ومكملين معكم مشاهدين بمحطاتنا الصباحية وهلأ وصلنا على فقرة لنحكي فيها عن الحساب الزهني طبعا بالفترة الأخيرة كتير سمعنا عن الحساب الزهني اللي استبدلنا التفكير بدل من القيام بالعمليات الحسابية وضمن محطتنا رح نحكي عن الحساب الزهني وأهمية تدريب الأطفال على الحساب الزهني وتطوير مهاراتهم وتنميتها مع ضيفتنا لليوم نسرين نقور المدربة الدولية المعتمدة من مؤسسة تعلمني في الحساب الزهني والمهارات الفكرية وأيضا الطفل المبدع يوسف فوزات نصار بطل الجمهورية في الروبك يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم رح نبدأ معك أستاذي نسفين يعني بمحطتنا الصباحية الماضية كنا عم نحكي عن مؤسسة تعلمني وقد هي فعلا عم تدعم اليوم الأطفال بمجالات مختلفة لتساعدهم طيب خلينا اليوم نحكي مع حضرتك شو أهم التدريبات اللي عم تقوموا فيها اليوم ضمن المؤسسة سمعوا على بداية خلوني يعرف شوي مصطلح بسيط عن الحساب الزهني حساب الزهني هو عبارة عن مهارات عقلية يقوم بها الدماغ البشري بمفردي دون استخدام أي وسيلة مساعدة فنحنا بالمؤسسة فيه آلية منظمة للعمل بإتقام بمهارة بخبرة عالية لحتى نوصل المعلومات بشكل إبداع للطفل ونوصلوا للمراحل المستويات المتقدمة خلينا نحكي شوي أكتر عن المسابقات اللي يكنت فيها لأن احنا بمؤسسة تعلمني في عنا مسابقات سنوية كل سنة بيكون فيه مسابقات بيشتركوا فيها الأطفال من جميع المحافظات السورية كان في عنا بثلاثين الشهر الماضي مسابقة كانت بالتوم سنتر اشترك فيها جميع أطفال سوريا والطفل هلأ بيحكي لكم عن حاله يوسف أخذ بطل جمهورية بحل مكعب الروبيك يوسف خلينا نتعرف عليك على عمرك على دراستك أمت بلشت تتعلم الحساب الزهني نعم أنا طالب بمدرسة المتفوقين عمري 14 سنة بلشت علم المكعب طريبا من شي سنة وشوي كان من نسبة لي كتير فيه أسرار غامضة وكان عندي شغف بتعلمه واكتشف أسراره وجميع خورزمياته إيه ما تبلشت يوسف؟ بلشت بتعلمه طريبا من صف السادس يعني نشي طريبا شي سنتين تمام أستاذا نسرينا خلينا نمتح اليوم أي عمر من الأطفال اليوم تستقبلوا بمؤسساتكم اللي حتى تعلموا هنا اليوم الحساب الزهني طبعا نحن نستقبل الأطفال من عمر أربع سنوات مفتوح البرنامج لعمر 18 سنة طبعا كل طفل منحدد مستوى والليل المناسب لإلو لحتى يقدر يمشي معنا بكافة المستويات خلينا نرجع لعندك يوسف قديش أخذ معك وقت هذا وممكن أنك هيك تشتغل أنا معني شاطرين بالحسابات أنا وهايتي ما بارك مثلي ما هيك نوسف تعطيوني خربتو لك يا طبعا شو هيك؟ لا رغم هيك كمان مخربتة يعني لسه أكتر من هيك شو أخذك خربتك؟ قدي أكلم معك وقت التدريب تقريبا من 18 إلى 21 ثاني مين ساعدك وشجعك بهي القصة؟ الموضوع بلش أنه بالمدرسة كان زملاء كتير منتشر عن المكعب بعدين يعني حاولت أني بلش تتعلم عن طريق النات بس كانت المعلومات غير كافية وواضحة 100% فلأجأت إلى المدرب من السرين كان إلى كتير دور مهم تعلم جميع المهارات اللازمة لي الحمد لله بعدين أنه قدرت أني شارك بالبطولة وأخذ بركزة واحدة يلا خلينا نجرب لك تفضل يوسف أنا على فكرة يمكن كتير أطفال بيجيبولها مجرد لعب بس ما بيعرفوا أو ما بيعرفوا بس قبل الدابت لك وقت؟ نا داريبون 20 ثاني 20 ثاني يلا برافو يعطيكي العافية طيب أستاذين سرين كنا نتابع عبر شاشتنا أجواء من التدريبات التي تكون اليوم ضمن مؤسسة تعلمني وخبرين أكثر عن التدريبات عن المدربين عن الكوادر التدريبية موجودة بمؤسسة تعلمني نعم نحن بداية المؤسسة هي تستقطر كل الأطفال بيتم تدريبا عن طريق لفل معين للطفل بنشتغل بداية على ألية عمل الدماغ للطفل ألية عمل الدماغ هي اللي بتكشف لنا أنماط الأطفال بالبداية كأطفال نتعرف على شخصياتهم أكثر يعني نحن في عنا أطفال في عنا الطفل الخجول في عنا الطفل اللي تلقي مشاغب طفل انتوائي ويوسف شوخ ماشاء الله المجتهد جدا ماشاء الله شنطوره مجتهد جدا فلما نشتغل على بداية ألية عمل الدماغ هي اللي بتعطينا فرصة لنتعرف أنه نحدد شخصية كل طفل نتعامل معه نقاط ضعفه نقاط قوته خاصة برنامجنا نحن نشتغل على ثقة الطفل بنفس ما بعدين في عنا مدربين نحن بتم تدريب مدربين على برامج معينة على خبرات على طرائق وسائل بإتقان كتير عالي لحتى يتمكنوا من إيصال المعلومة بشكل صحيح للأطفال بخدر يوصل الأطفال للعالمية تماما نسترين اليوم هل في أطفال بيعزبوا أكتر من أطفال يعني ممكن الأهالي هنون يكونوا حابين سواء بهي أو بالروبيك أو بالحساب بيكونوا الأهالي هنون حابين الطفل فس في أطفال ممكن تمرق معكم بعزبوا في أطفال هنون عندهم هاي الهواي أو هاي المهارات كيف بتتعاملوا معك المستوى تمام هلا مثل ما حكيتك أول شي أنا لما نشتغل على الطفل بقالية عمل الدماغ نحنا تعرفنا على شخصيته جاءنا هذو الطفل بغض النظر عن الخلفية اللي هو متعلمها متل مثل يوسف مجتهد عنده شغفه كتير فبتلاقي هذا الشي بيساعدنا بهذا الشي فعنا أطفال جاهي رغبتنا من الأهالي هذا الشي طبعا بعزبنا بالتدريب لحط نوصل معهم يعني خاصة أننا نعتمد على قدرات عقلية وفروق فردية يعني فيه كتير مختلفة بين الأطفال تمام يوسف خلينا نرجع لعندك يمكن بعد ما دخلت المسابقة كنت حاسس أنك رح تفوز أم كان في هيك شعور أنك خايف تخسر موضوع كان فيه منافسة كتير حلوة بحيث أن الطلاب اللي كانوا مستوراتهم تقريبا متقاربة نوعا ما أكيد كان فيه شعور بالخوف والتردد ولكن مع التدريب الطويل والقدرات العالية خطرت أني أحسى على المركز الأول ما كنت خايف يعني لو خسرت كنت تأثرت شيء لا يعني روح رياضية بالنهاية نحن نعزز عند الطفل أنك كنت أول ما فتت على المسابقة هذا فوز بحد ذات ويمكن استاذ اليوم بالمسابقات نحن كنا بنعرف فيه فوز فيه خسارة الأطفال هنون الفئة الحساسة كتير كانوا ما بيتحملوا أي خسارة فأدعم نشتغلوا اليوم على موضوع الدعم النفس تماما كتير هاي أهم نقطة حكيتي عنهم نحن الدعم النفسي للطفل نحن نجحز الأطفال يفوتوا المسابقة أول شيء من أن نشتغل على الأسلوب وعلى الدعم النفسي أنك أنت تعتبر حالك فتت على المسابقة هذا فوز بحد ذاتك يعني لما وصلت على المسابقة هذا فوز هاي أول شغلة بعدين نحن بيغض النزل إذا خسرناك سبنا خبرة كتير لبعدين بنشتغل عليها والحمد لله للأطفال يعني متفهمي هاد الشي هم بيئن من خلال يوسف هم بيئن من يوسف يوسف كان حتى بطريقة شغله هو كتير رواق وهادي وعلى مهله هيك في إتقام بالعمل يوسف دي يرجع لعندك يعني أي مهارة بدنا نشتغلها أي مهنة أي لعبة أي شيء أنه ما بتخلى من التعقيد ما رأت بلحظات حسات الأمور معك معقدة أو حسيت حالك لو بينك وبين حالك ما حكيت لحدا أنه أنا خلص ما عم بقدر ما خلص ما بأكيد أكيد لأنه كان الانتقال بين مراحل المكعب كتير معقدة كون الخوارزميات اللي فيه كتير ضخمة فأكيد ببعض اللحظات حسيت أنه الموضوع كتير معقد ما كان بفضل التدريب ومساعدة الآن سلقلي مساندتها درت أني تخطى جميع العقبات ما شاء الله عليك أنا مجربتها والصراحة بس نظرة ما تسمعي لأنه فوق 170 خوارزمي حافظ خلينا نشرح الأشوال اللي جايبنا اليوم عن أهمية الحساب الزهني طبعا هلا نحن الحساب الزهني بيعتمد على هذا المعداد اللي نسميه أباكوس المعداد الصيني الأباكوس بيعتمد عليه بشرح المهارات للطفل نرفع شوي بس للكاميرا نشرح النور نحن نعتمد عليه بإيصال المعلومة للطفل أساس برنامجنا المعداد بعدين الأصابع بعدين الخيال يعني هون بتبلشوا أول منبلش انتراقه بالطفل بالمعداد حتى لأن الطفل بيصير بيتخيل الأرقام بيحوله لصورة بعقله بيقدر يتخيل الخيال هو أساس برنامجنا إذن إحنا بنرجع للعلماء ولتاريخ العلماء العلماء أبدعوا لأنه نستخدموا الخيال أنه مثلا العالم عباس بن فرناس استخدم خياله بالطيران فلهيك من لقيهم أبدعوا بهذا الشيء فكرمان هيك نحن نحن نخبر هاي الأطفال بهي القصص لحتى يكون في عندهم هذا الحماس قد يأخذ معكم وقت التدريب خصوصا الأطفال اللي بيكونوا هنون يمكن أنه فيه ذكرنا ما شوي أنه في أطفال بيكونوا هنون ما بدهم ممكن توصلوا معهم لمرحلة فعلا بيصير هنون عندهم هاي الطاقة والمهارات بيوصلوا لها بس لأيما قديش الوقت اللي ممكن يستغرقوا طبعا لأنه إحنا فينا نقول هون بدي نفس طويل بالتدريب حسب كل طفل حسب كل طفل بدي نفس طويل بالتدريب من قبل المدرب لأنه الطفل كتير بيأخذوا من الوقت كتير بيأخذوا من الجهة خصوصا مثل ما تفضلت حضرتك أنه في طلاب هنون ما بدهم خصوصا إذا بتقريرهم جايين رياضيات هل هنون فاكرين جايين يأخذ عندي حصة رياضيات لا نحن موضوعنا أكبر من الرياضيات نحن موضوع مهاري موضوع نحن عم نشتغل على صناعة عقول لحتى يصير هذا الطفل بين التسلية واللعب تمام خاصة شعارنا التعليم عن طريق اللعب فنحن عم نصنع عقول حتى إنت صير تصنع الموبايلات التكنولوجيا الابتكار الاختراع مو تخلي هي تكنولوجيا تصنعك تماما أقص حد ممكن قديش أطول مدة ممكن هلأ نحن بكل كورس معنا مثلا تقريبا تلتة شهور الطفل لأنه حسب عدد الحساس اللي بيأخذ بس لازم هو يشتغل كمان بالبيت أول أهل يكون متعريب نحن معنا مع سي تعليمات إنه لازم هو كمان يعني يتابعنا ويشتغل ويأخذ الموضوع بكل جدي تماما طيب شو بالنسبة اليوم للأطفال يلي عندهم صعوبات بالتعلم هلأ 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 بيقدروا اليوم يسجلوا بمهارة الحساب الزهني أممكن يعانوا صعوبات معينة موجودين عندكم اليوم بالمؤسسة كيف بتتعاملوا معهم؟ تماما هلأ كل شي في عنا لإلو طريقة خاصة فيه بالتعامل معهم هلأ في صعوبات تعلم كتير في أطفال عندها خاصة صعوبات بالرياضيات هاي بتلاقي الموضوع كتير صعب عليها ألا نحن فيه تدريبات معينة فيه مهارات معينة بنشتغل عليها لحتى أول شغلة نخليه هو عنده ثقة بنفسه إنك أنت الرياضيات صارت لش هيك صعبة الرياضيات؟ الرياضيات كتير سهلة أول شغلة من أن نعزل ثقة بنفسه مهما كانت التمارين خفيفة بمقدار إذا كانوا الأهل يشوفوها صعبة بدأت ترجع هاي الناحية السلبية كتير كتير تماما وخاصة أن الأهل مثل ما حكيتي في إيلوندوري كتير كبير دائما أنا أخبرهم أننا نحن مثلث المدرب والطفل والأهل نحن مثلث لازم أي ضلع ما يميل من هذا المثلث تماما يعني أنا مدرب بدي أعطي خبرة وبيتقان عالي هذا الطفل بيكون عنده شخص مثل يوسف مثلا والأهل بيكون دعمين لتنجح هذه العملية طبعا طيب يوسف هايك خلينا نعطي مثال لأخير كيف ممكن يعمل الحساب الزهني حلا يوسف معنو منطلوب الحساب الزهني إن شاء الله بي حلقات تامي للنمازج للحساب الزهني يوسف حب المكعبات وشغفه بالمكعبات أنا عب حاول معه أي أسعب المكعبات ولا الحساب الزهني بس في أطفال شفتي شغفة وين هو شغف ومكعبات ما شاء الله هلأ جايب لكل نوعين كمان إذا حباتي خلينا نجرب نوع تاني يا الله يوسف حربط وشتغل تعلم يا هايك خطر لك تجربية لا أبدا نصعبة كتير صعبة كتير جربتها بس ما صبت نضلشي عشوش ساعة تحت تستبط معي ايه تمام قدي بتتقطة وتركيز اليوم هم يعلم عن التركيز وشدة الانتباع وقوة الملاحظة فلهيك بتلاقي الأطفال قبولهم بشكل كتير كبير هني يلاقوا نفسهم عنه تمام اكتشفوا مواهبهم في مؤهلات معينة أو أساسيات أنه ممكن لدخول الطفل بهذه المسابقة أو لا يبدأ عندكم بمراحل التدريب تمام هلأ قجباري نحن دائما ناخد الأطفال اللي عندهم شغفة كتير عندهم حماس واللي هني مأبدعين بمعنى بس نحن نعطي مجال بشكل عام حلو شعار المؤسسة إنه فينا نفوت مين منك إنه أنت كتجربة تمام وخاصة الروح حلوة يعني اللي بتكون عند الأطفال وعن نزرعا نحن كمدربين بالطفل إنك مجرد يعني اللي هيك بتلاقي الطفل نفسه بكذا مصابقة لو ما فاز عم بيجرد عم بيجرد عم بيجرد لحتى فعلا يحصل على اللقب تمام يوسف شو بتحب تمسح اليوم الأطفال اللي حابين يدخلوا بهذا المجال أول شي إنه ما يسعسلموا لأي شي ممكن يواجهوا من صعوبات أو وصلوا لمرحلة إنه هنه يفكروا مكعب هو شي كتير صعب هو بالعكس شي كتير بسيط وممتع وبنفس الوقت له كتير تفرعات ومجالات فمهما وصلوا لمراحل متقدمة وجدوه أنه صعب ما يستسموا أبدا قديش مهمة هاي المهارات بتعطي الطفل طاقة إنه هو مهما واجهته الصعوبات بالحياة إنه هو لازم يكمل ولازم يحاول ولازم يجرب قديش مهمة هاي لصاصة طبعا هي أهم شي خاصة مثل ما حكيتك في الشغل الطفل عم يسقل شخصيته عم ببرامج الحساب وبالعاب الرباك هلا عم تحكي حضرتك إنه أنت عم تجربي ما عم بتحاول يعني مستحيل يزبط معك مستحيل بأي طريقة بدأ أساسيات بدأ قواعي فعض طفل هاي خوارزميات كله مخربطة لما هو يشتغل وبوقتي كتير قصير أزازنا ثقة بنفسه هاي أساس كل شيء لأنه الطفل محطم نفسيا وما عنده ثقة بنفسه أول شيء أكاديميا ما بينجح طبعا فلهيك نحن سعدنا المدارس بموضوع ثقة بنفسه لقدر يمشي الطفل تمام يعني بالختام بدنا متشكرك كتير نسرين نقول المدربة الدولية المعتمدة من مؤسسة تعلمني بالحساب الزهني والمهارات الفكتية يعطيك العافية وشكرا لكم والوجودكم الكبيرة اللي عم تحاولوا تساعدوا الطلاب اليوم بالحساب الزهني وأكيد الطفل المبدع يوسف نصار بطل الجمهورية في الروبك أكيد بدنا نتشكرك وإن شاء الله بمحطتنا الصباحية القادمة نبارك لك بإنجازات جديدة شكرا أكيد بدنا نتشكرك وبدنا نتشكرك على دائما هذا الدعم والتحفيز اللي عم بتطيل الأطفال وأكيد يوسف بدنا نتشكرك ونتمنى عليك مستقبل كتير حلو ومتميز ونشوفك لسه بمهارات أعلى على أعلى المستويات يا ربط شكرا شكرا شكرا